نهض بسم الله يتوكلنا على الله أولى جلسات الحوار الوطني أنا معرفش هل كل الناس تبعت الجلسات بتاعت النهاردة ولا لأ كان عندنا الجلسة الصبح بتاعت مجلس الأمنة وكان عندنا المؤتمر الصحفي طبعا يعني أنا بصراحة ما فوتش كلمة حتى وأنا في العربية ما كنتش الحمد لله سايق فقاعد فاتح ستريمينج وقاعد عمال بتفرج على البس المباشر على اليوتيوب وقاعد عمال إيه بتابع وعمال أخزن في المعلومات أنا مش من الناس اللي بتدون يعني ما بعرفش أدون لسبب أن أنا خطي وحش وبقى كده ما بعرفش أقراء ما حدش إيه تحقيق وسدي الحقيقة ما بعرفش أقراء خطي دي مأسايا في حد ذات فالمهم أعبقى أعمال بخزن المعلومات قدر الإمكان واحد الحوار الوطني ده معمول لحضرتك ويمكن لو خدت بالك أنه المنصق العام للحوار الأستاذ دياء رشوان وهو نقيبا للصحفيين بالمناسبة كاتبا وباحثا ورئيس هيئة الاستعلامات منصق للحوار اختيار الأستاذ دياء كمنصق في حد ذاته من البداية أنا شايفه اختيار رائع وعظيم صوت دياء ده أخوك كبير يعني لكن لما تيجي تشوف النهاردة إدارة الجلسة وتشوف النهاردة المؤتمر الصحفي والردود والتصرحات بتاعت الأستاذ دياء الاختيار مش بس سليم موفق إلى أبعد الحدود كويس موفق إلى أبعد الحدود الأمانة الفنية اختيار برضو سادة المستشار كمسؤول عن الأمانة الفنية وإحننا بنتكلم على رجل قانون وكان أمينا عاما لمجلس النواب المصري اختياره للأمانة الفنية برضو الاختيار شديد الدقة وبعدين هكملك احنا قبل ما كان يحصل الاختيارات أو إعلان الأسماء عن المنصق أو إعلان أسماء المنصق العام واسم الأمين الفني احنا عارفين أنه هيدار فيه الأكاديمية الوطنية وإحنا عارفين الأكاديمية الوطنية ونظامها وطريقتها وترتيباتها وما إلى ذلك وتشوف النهاردة التصريحات بتاعت الدكتورة رشا راغب باعتبارها المدير التنفيذي للأكاديمية قطعا لشك بيقين احنا بنستضيف هذا الحوار نحن ميسر لهذا الحوار من الناحية اللوجستية إلخ 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 ولا دخل لنا بمكريات الحوار على الإطلاق ليه؟ لأنه البعض خلال الفترة الماضية قال طب وليه الأكاديمية طب مواكس الأكاديمية هنا رئيس مجلس أمناءها هو رئيس الجمهورية فبهذه الحال وكأن الأكاديمية مكانا تابعا للدولة أو بالأدقة طابعا لطبقات الحكم فيبقى إزاي الحوار الوطني موجود ما يعني ما اللي هعملها في حتة قطاع خاص يعني أجر أوتيل مثلا ما هو ما كان بالعقل يعني كلام الدكتورة راشا راغب كان شديد الوضوح ثم يأتي بعد ذلك ده بخدت بالكم كلمات السادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني ولكل الحقيقة اتكلم كويس جدا بس كان عندي مأخز واحد ويمكن ده بعد كده أشر لي الأستاذ دياء رشوان في المؤتمر الصحفي وقال علينا جميعا أن نخلع العباء الحزبية والانتماءات الفكرية عندما نتحدث كأعضاء لهذه الأمانة أما في الآراء وفي الطرح فده مطروك ليه الناس اللي هتقوم بالحوار إحنا شغلتنا يا جماعة نسهلكو كل الأمور لكن إحنا مش مشاركين